السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة عمل معاكم حاجة سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله هتحبوها وهي المساقعة البلد بمكونات موجودة في كل بيت لو محترى تعملي أكل ايه تعالي هات الحضار اللي عندك وعملي بالشغل لدوك تطلع معاك لعصانية المساقعة وبالهنة والشفا انا كنت محترى أعمل أكل ايه ففتحت التلاجة عندي فلقيت عندي الخضار فجيت على طور خطرت في بالي الفكرة دي هنا جت الطماطم وكان عندي بتنجان وكوسة وبطاطس وفلفل خرطت البصل زي ما انت شايفين كده وهبدأ ان انا أقلي تقلية المساقعة حطيت البصل وحط المكونات معايا اللي هي الكزبرة والكمون والشطة والملح الأول انا حطيت الشطة الأول بحيث ان البصله يقتت تحمر معايا بسرعة وما تاخدش وقت اقديها مثلا تقلتين زي ما انت شايفين كده وبعد كده حط معلقة التوم هنا كانت خدت تشويحة بسيطة وبدأت ان هي تحمر معايا وحطيت دون علاقة التوم انا مرضيش احط التوم على البصل من الأول عشان التوم ما يتحرقش لان التوم ما بياخدش وقت زي البصل ومعايا بقيت المكونات اضيفها كلها زي ما انت شايفين كده وبعد كده اضيف الطماطم كده كانت معايا الصلصة خلاصة جاهزة عالتسبيكة وبعد كده ابدأ ان انا احمر المكونات اللي معايا وهي مش هتاخد منك وقت غير بس التقلية والتحمير اهي بالشكل ده وكان كده اقلت التقلية واسبع بقى تسبك براحتها ومعايا هنا تصفع الزيت وابدأ ان انا اللي معايا اول حاجة هبدأ بالبطاطس كده كانت اول حاجة بقى لها هي البطاطس كده خلاص كانت الدخل على تحمير معايا ويبقى الجاهزة تاني حاجة عملتها هل هي البتنجان حمرته اهوك وكان برضو جاهز معايا وبعدين بدأت بالكوسة كده كانت جاهزة وباخر حاجة ضفت الفلفل وكان كده مكونات كلها قلتها وكانت جاهزة والتسبكة عندي كانت خلاص استبكت اجيب سنية وفرق بقى الحاجات كلها جمعها مع بعض وقلبها مع بعض وبعد كده حطها بالفرن هتاخد بس تشويحة برضو او تحميرة بسيطة من على الوش زي ما انت شايفين كده وخلاص كده كان طبق اليوم خلص وكانت ما شاء الله جميلة وكان طعمها حلو وعجبك كل اللي دعا ديك كان عندي كسة مخلل اهو فضيته وابدأ ان ناخد منه طبق اقدمه جنب المساقة لو عجبك وما تنسوش تدوسوا لايك واشترا تفعلوا الجرس وتدوسوا اشتراك لو انت وداد وكومنتي حلو منك كده تشجيع ويرب يكون عجبك والسلام عليكم ورحمة الله